بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى حضركم دايماً بتسمعوني وأنا بتكلم على حاجة اسمها التدين الكمي مش هنتكلم النهاردة عن التدين الكمي لأن احنا هنتكلم عن جليس تاني مهم جليس النهاردة بيصيب القلب بالصدى وساعات يجيب بلادة غريبة للقلب ويخلي القلب كأنه حصله تيبس ويخلي الأعضاء نفسها ما تبقاش لينة في العبادة ويخلي النفس كسولة ويتخلي الإنسان مش قادر يعمل العبادة وتعطننا عن حياتنا الطبيعية ومع ذلك نفسنا توهمنا بأن احنا في ده في الحالة الراضية اللي احنا فيها دي إن احنا محسنين ظننا بالله لكننا في الحقيقة مع جليس النهاردة ده بيتعاوض الإنسان على سوق الأدب مع الله إزاي الكلام ده لأن الجليس اللي احنا هنتعامل معه النهاردة هو جليس التمني التمني في اللغة اللي احنا نطلب المستعيل بس التمني اللي احنا نتكلم عنه هنا هو إن انت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بإن انت بتتمنى أشياء إن هي تحصل وتتحقق من غير أي ساعة وساعات تتمنى أشياء ولم تتحرك لها ولم تأخذ لها بالأسباب الكافية فهو تعتبر إن ده نوع من أنواع حسن ظن في الله وهو في الحقيقة مش حسن ظن في اللغة لحاجة إن انت بتعبد الله بالتمني ومن أشكال التمني الواضحة عندنا إن واحد يدخل مثلا نتجوز ويعيش بقى بالتمني ده وينتظر إن هو يعيش أسعد أيام حياته مع شريك حياته وإيه اللي حاصل ولابزه لأي شيء في المقابل هو راجل كده ساكن صامت لا يفعل شيء وهو منتظر إن حياته تبقى أسعد ما يكون ومعني الكلام عن الجواز كلام مليان بالحركة وعاشرهن بالمعروف تفاعل فاعلية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا أو فعلهو لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بينكم يعني في حركة أو واحد تاني مثلاً يدخل مشروع وأنا ما سمي الناس دولة في بعض الأحيين هم الذين يختبرون الله داخل مشروع لأسف يعني حاشا لله داخل مشروعه متوقع أنه هو يحقق أرباح عالية من غير لا دراسة جدوى ولا إنه هو صاحب خبرة ولا إنه هو يدرس السوق ولا يدرس ولا عمل دراسة مستقبلية ولا حاجة وعايز يحصل على أرباح خيالية أول ما أكلم الشخص ده كده يجي يقول لي إيه ياخد أنت أتحجر رزق ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون آه بس أنت فاهم غلط أنا لا أكلمك عن فضل الله أنا أكلمك عن حسن معاملتك مع الله الله يحسن معاملتك إنت بقى بتحسن معاملتك مع الله وبتحسن الأدب مع الله زي أب مثلا نفسه النبنه يحبه يتعامل معاه بطريقة حسنة ويخليه هو مثل الأعلى ويحبه وفي المقابل بيتعامل بقسوة وبغلظ وعدم حكمة وبيجرب كل الأسليب الردية والتعامل المؤذي مع ابنه لدرجة أنه لا بيعلم ولا بيتواصل معاه ولا بيحاول يساعده على أن العلاقة اللي بينهم تكون علاقة سليمة علاقة صحية علاقة نفسية جيدة ومع ذلك عايز ابنه يخليه في سويداء قلبه وده برضو ممكن يكون داخل في حقوق الأبناء وأصعب شكل من أشكال التمنيه هو أن الإنسان بقى إحنا نبقى يوصل بقى للناس بيصطلح عليه إلى أعلى مستويات العيش بالتمنيه وهو أن يتعامل الإنسان مع مولاه بالتمنيه فيكتفي ان هو بيحب ربنا وما يعملش اي شيء